السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن يكون يومكم جميل النهاردة حسدنا نفسنا الأسبوع اللي فات واللي قبله أن كان بريطانيا والغرب كان فيها شمس بقالها ثلاثة أيام هنا بسم الله ما شاء الله المطر زي عبد الحيم حافظ ما كان بيقول في فيلمه أو زي ما كنا نغني ونغني يا مطر رخي رخي على الأرعب بنت أختي النهاردة هنتكلم عن موضوعين قد يكون المستمع مش عارف في يعني زي ما بعض الشباب كتبوا على التعليق على الإعلان إليه العلاقة بين الكيكي والإدارة عن بعض هو في علاقة ما فيش علاقة إحنا دي بعض الأغنيات اللي طلعت في الخمسينات والستينات والسبعينات والتمعينات والتسعينات اللي كان جزء منها جاي لنا من أمريكا وجاي لنا من أوروبا اللي هو نحن فاكرين الروكندرول وتشا تشا تشا وتويست اجين وكاننا فاكرين الأغاني اللي هي تلعت في بلادنا إحنا زي اللي هو سح الدحم بو ودي الوقت لأبو يعني رب يعيط وكذلك اللي هو يحب فوق وحب تحت وكذلك في أغنية اسمها كاتش كادر في الألولو كمانننا ده عمل ضربة جمدة جدا حب نادية حب لولو كمانننا يوادي بتاع الفل مش عارف ايه وهكذا وقبا الشبشبضاع طبعا أنا مرضيش أقول لأغنية دي حقا قلتها في يوم من الأيام في ورشة عمل في القاهرة قبا الشبشبضاع قبا ده كان بسبع طبعا دي يعني محرفة شوية عشان هي مش كلمة قبا هي كلمة حاجة تانية مصين كان بيقولوا عليها فده هو الفن بسم الله ما شاء الله الهابط اللي هنتكلم عليه اللي احنا بنجري وراه جاري غثاء كغثاء السيل دايس لنا قيمة ولا وزن ولا اي شيء اللي جلنا من الغرب يجلنا اللي جلنا من الشرق يجلنا اللي جلنا من تحت السرير يجلنا جلنا من اي حتة يجلنا ايه شخصيتنا بقا اللي بتتأثر بمثل هذه الأشياء ايه كيكي وكيكي وبيكي وإلى آخر دي فده اللي هنتكلم عليه ان احنا دائما الانسان الأجوف الانسان الذي ليس له قيم يستطيع ان يحافظ بها على شخصيته هو اللي بيمشي يكون زي الفقاعة اللي رسول الله عليه وسلم قال ايه كانك كغثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدائكم ولا يخذفن الله الوهنة في قلوبكم قالوا ما الوهنة يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا وكرهية الموت دي كيكي يا سيد الله هنتكلم عنها كيكي اللي الناس قاعدة وانا اشك شك شديد جدا في كتير جدا من الصور اللي خرجت للأخوات المناقبات او للأخوات اللي هي محجبات الى اخي اللي كانوا بالقصو دول دي بكون يعني ميك يعني حاجة معمولة خصيصا عشان يسيئوا لدولة من الدول العربية دون ذكر اسمها الدول العربية او يجيوا بعض الشباب اللي هم لهجة معينة هم علشان يسيئوا لبعض الدول دي العربية يعني في ساعات بتبقى فيها علاقة كلمة فوعة عشان تكتر اللايكس وكتر المشاهدات وانا يعني انا من الناس اللي بيشكوا ان الناس المليونيين دول اللي بيجيواوا مليون على الصفحات بتاعتهم بيدفعوا فلوس زي ما انا قلتها في محاضرة قبل كده السنة اللي فاتت علشان بدل ما يشاهدها الف يشاهدها عشرة تلاف يشاهدها مليون او اتنين مليون او خمسة مليون ده اللي هو عملية كيكي بقى اللي هو عكشو فركش اللي شو طنش دحم العدوية قرقشنج دبح كبشو يمحنا مرقة لحم كبشو ده كل الكلام ده فيشنج او على رأي عادة الامام فنكوش واللي هيتفنكش هو اللي ما عندوش ايه قيم واخلاقيات داخل شخصيته المجتمعية اوبا شبش بضاع اوبا ده كان بصباع طيب ادارة عن بعد اول مرة انا كنت بسمع عن حكاية الادارة عن بعد دي بعد حرب العراق والحصارة عن العراق لقدت ان في كتير جدا من المؤسسات ووضعت المكاتب بدعتها في عمان انتقل هذا الموضوع ايضا لقضية السومال افيش شباب وخطر ومش خطر الى اخري فكل قعد في نيروبي والبعض قعد في اوغندا كان بالا كان ما روحوش هناك حاليا في خلال 15-20 سنة 15 سنة اللي فاتوا تقريبا مع تطور اللي هو الكممينيكيشن والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها اصبحت الوسائل التواصل مهمة جدا انها بتخلل من كلفة المتابعة الاعمال وعمل الاجتماعات طبعا انا بشكر التلاتة الشباب اللي هما كان لهم الفضل لبعض الله في عمل هذه الورقة اللي هو احمد الشيخ اللي عمل الجزء الاولاني منها عبد العز خاطر اللي هو من الاخ السوداني من عندنا احمد الشيخ سوري وعبد العز خاطر السوداني اللي هو قال لي الفكرة ما سوى الادارة عن بعض ومحمد نجم ايضا اللي هو كمل فكرة خطورة الادارة عن بعض في المؤسسات العمل الانساني طبعا ما بنشكر الاخ اللي هو المعد الفني عبد الرحمن النحاس اللي هو عد الاخراج لها طيب الادارة عن بعض حاليا بيوسرها تقنية التواصل الاجتماعي ما بين الناس وبعضهم بعض سواء كان عن طريق اللي هو عن طريق الانترنت طبعا عن طريق اللي هو سكايب كول عن طريق اللي هو الويبينار كل الحاجات دي كلها ده شيء جيد وده اللي كان بيدافع عنه احمد الشيخ في المقدمة دي يعني مهائية هي التقنية يعني مهمة مركبة وطويلة طلب قدرات ادارية اكتر بكتير ما تابعوه سلو مباشر لكن عايزة نختار لها الناس يستطيعون انهم يديروا مسالك الادارة عن بعض وننتقلها الناس عندهم تقنية عالية في العمل التكنولوجي زائد العمل الاداري توضح السياسات وبتوضح الأطر وبترك مساحات للعمال اللي في داخل البلاد أهم المهارات المطلوبة لتقنية الادارة عن بعض كما قال أحمد الشيخ هي القدرة على التخطيط السليم اللي يدمن إنجاز الأعمال الموكلة موظفين إدارة وتنظيم الوقت بشيخة جيد مرض للتسال والتواصل تقبل النقط والبناء استخدام الوسائل التقنية الحديثة المختلفة المجالات بتاعة الإدارة عن بعض اللي بيتكلم فيها ده جزء من الإدارة عن بعض اللي هي الأعمال الهندسية اللي هي الرسومات تقنية المعلومات المحاسبة المراجعة المبيعات والمشتريات البحث والتطور التدريب والتحصيل العلمي التصميم الدعم الفني الخدمات العملاء والسكرتية والأعمال الأخرى اللي هي اللي بيسمي نحن العمل الجستية حجز الفنادق حجز القتلات حجز القاعات إلى آخر إيه الإجابيات بتاعة الإدارة عن بعد نتكلم عنها إيجابيات الإدارة عن بعد تأتي مرة أخرى في تحقيق اللامة مركزية هكذا الوجهة نظر أحمد الشيخ زيادة فرص العمل للناس لأن فيه ممكن الناس تشتغلوها في بيوتها لحد من التنقلات وتقليل أوقات السفر دي مهمة جدا زيادة المنونة التنظيمية الحفاظ على القوى الماهرة وسهولة الحصول على الإنتاج توفير الأموال وخفض تكاليف عشان الإجارات بتاعة الإعقارات والمباني والأثاث والمنافق والسيارات والاستقلالية في التنظيم وجدولة وقت العمل دي بعد إيه الإيجابيات فيه كمان أيضا فصح مجال المشاركة في العمل من المنازل دي بالنسبة للنساء أو حتى بالنسبة للناس الكبار في السن لما هم متقاعدين كذلك زيادة الثقة والروح المعنوية مع فرق العمل وتحمل المسؤوليات الحد من المعدل تغير الموظفين يعني والمواصلات بقى وانت رايح وجاي إلى آخر واللي هو قدرة العملاء على التصل بموظفين مباشرة خلقوا حدوا أقوات العمل وتحت الفرص لذلك الإحتاجات الخاصة ومشتغلوا أيضا في مجالات كثيرة والتكاف وتحقيق العدالة وتكافر الفرص بين العملية عن بعد بعيدا بعيدا على التمييز على أسل الجنس أو الجنسية أو الفئة العمرية يعني أغلب الشركات اللي بتتصل بنا ببريطانيا ساكن للتليفونات وده للتأمين ولا لأي شيء تلاقيها في الهند أو في القاهرة يعني التليفون بتاعي اللي نسجل بيه النهاردة لما حصل فيه شيء كان واحد بتتصل بيه متجمع الخمس في القاهرة قبل كده هو كان واحد بتتصل فيه من نيوداله وهكذا فده جزء من الحاجات اللي احنا منقول فيها ان نقدرها عن بعد ايه جيدة بنتيجة لسهولة التواصل مع تطور التكنولوجي التقني اللي احنا نعيش فيه الأيام دي ايه بقى السلبيات بتاعتها بالنسبة للجانب ده انا مش هتكلم نفسه على الجانب الإنسان الجانب الإنسان اللي حيخش فيه محمد نجم وحيخش فيه عبدعزيز خاطر بالنسبة لنفس المنظومة بتاعت التواصل دي بيكون في ألفي احمد الشيخ زيادة فجوة الاجتماعية زيادة معدل اعمال غير محمية ها زيادة تكريف البنية التحتية التقنية يعني كل شوية لازم تشتري برامج جديدة علشان تلائم التواصل عدم منقمة الادارة التقليدية يعني مساعد فيكون فيه الادارة عن بعد تصطدم مع الادارة التقليدية انخفاض مستوى الشعور بالانتماء للشركة لأنك مش شايف شركة مش شايف ثقافة مش شايف ولاء مش شايف اي شيء فيعني او مجرد رسال بتترسل ارتفاع تكريف التدريب وعاد تأهيل يعني دي ممكن تتناقش مرة تانية العزلة والاكتئاب يبقى الأخ بيقعد في بيته او في مكانه ما حتش بيكلمه اللي هو هو بيكلم ايه بيكلم مع شاشة بقى فقط وخلاص فطبعا يعني ما بيكونش عنده الشعور اللي ميكون قاعد مع فوصة بشر الدعم الأدنى لتنمية الفرد مفيش حد بينام الفرد اللي بيدور على بعد ده بيكون قليل خدو التدخل بين وقت العمل ووقت الراحة كتير يعني ممكن واحد يكلمك في اي وقت خفض وقت الراحة كويس خطوة فقدان المهارة يعني ممكن الانسان لما يحس بسهولة التواصل ما يدربش نفسه او محدش يدرب ضغط العمل متزايد عدم تقف في فعد الاماكن زي داخل سوريا او في اليمن او في الاماكن في العراق او في اماكن اخرى في افريقيا بتلاقي اللي هو الانترنيش مش موجود السكايب مش موجود كل حاجات دي ايه مش موجودة عند الناس اللي بنتكلم عنها فدي كلها بعض السلبيات طيب ايه المعوقات بقى نخش في العمل الانساني زي ما انا قلت قبل كده هو والعلاقة بين رأسة كيكي واللي هي جايالنا مش عارف من امريكا بينه ولا مش عارف من امريكا ولا من حتة كده فوق الواق ونطف علينا بالصبحية لانا كيكي فستنا انا اول مرة اشوف رأسة كيكي دي واحنا في امريكا في التسعينات كان الشباب السمر اللي هم بسموه الافريقان اللي هو الافريقاء الامريكان او الامريكان الافريقة لما يكون في زحمة على الموتروي بيقو فيه جغنية كده تخليه ما نشكح ونشكاح الشنكحة بتاع القرقشانجي ومش عارف ايه بتاع احمد عدوية وكما الننة ده يوم تسايب العربية وقفة ويخرج ويفتح الباب ويعلي المزيكة ويرقص فكيكي دي مجاتش النهاردة كيكي دي من زمان 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 لكن احنا شهرناها واشتهرنا بيها احنا حق جاي من الغرب واحنا منكثق والمنكفئ هو الذي لايس له شخصية الذي يؤثر فيه اي شيء ايغ من الشرق او الغرب او الشمال او الجنوب عندوش هوية مجتمعية نرجع ادراعا بات انا كلمت في الاول عن ان اول مرة سمع عنها في قضية العراق فيه 92 93 94 وبعدين قضية الصومان وبعدين قضايا اخرى باخدين ملكو ليه لان كان فيه مناطق فيها سراعات مسلحة وصعب دخول اللي هما الخبراء الاجانب اللي بيشتغل مع الجمعيات فيبقى الجمعيات الاجنبية هي التي فرضت الادارة عن بعد انا شخصيا باخد مرتبي من مين من الفقير والمسكين والارمالة واليتيم والنازح والمشرد واللاجئ انا هذا الشخص اللي بيبقى بصاحب المال الاصلي اللي هم موجود في العراق او في اليمن او في الصومان او في سوريا بقول له لا 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 الامر خطير جدا عندك انت انا هخرج واسيبك انت تاكلها تولع بجاز وانا اجير عند مين عند الاتيم اللي هناك ده فده انكفاءة في فكر العمل الانساني حينما يشتد الوسيط الوطيس مش الوسيط حينما يشتد الوطيس نخرج ونبع شبر بشبر وادراع بادراع عشان ما ناخد فلوس من ايه من مؤسسة دولية طالما المؤسسة اكس الكبيرة دي اخرجوا خرجنا فاصبح منزدومة وفلسفة وثقافة الادارة عن بعد جات لنا زي كيكي ما جات لنا ايضا ايه المعوقبة في النقطة فيه معوقات كتير هقولهنا جودة البرامج توقيت تنفيذ المقرقات البرامج والصفالة منها عدم الوضوح وكل اتنميات شفية كل اتبادل معلمات نقص القدرة على اتخاذ القرار نقص وغياب الحوكم الرشيدة الفساد الاداري والفساد الاخلاقي والفساد المالي ودي بعض ايه الاشياء اللي حطها عبد العزيز خاطر الاشياء اخرى اللي حطها محمد نجم هو الاتار الزمني معناها ايه نتيجة التباعد من الجهات المنفذة على الارض والجهات المالكة للقرار بنتأخر في التنفيذ جدا بيقى في صعوبة لبناء قدرات العاملين في الداخل صعوبة جدا مهما انا عملت انا في بناء القدرات صعب جدا ان انا ابدل القدرات دون وجود مدرب امامي الجودة المتعلقة بايه بالتولدات سواء كانت تولدات من بلد مكتب الفرد اللي صعب نعقرار والمكتب التنفيذي للمكتب الميداني تولدات سواء كانت تولدي في المواد العينية او كانت مال نفسه دلوقتي في منتهى الخطورة لتحويل المال عدد يجب المنال معلقة بتضاعف النفقات الخاصة بأدوات الدعم ها الترخيص والحسابات المصرفية الى اخر كل شيء بيزيد مع العمل الانساني الشرع والبيع زي ما قال احمد الشيخ في الاول ماشي التسويق ماشي الاتصالات في التليميزات ماشي اجتماعات ماشي لكن عمل انساني وبناء مجتمعات نقف ونفرمل نقف ونفرمل المعدات والبرامجيات اكثر ما ترتب عليها من زيادة بالطاقم كل شيء بنزود موظفين فيها المرقبة والتنفيذ صعب انك تراقب بالناس وانت بينك وين من خمس تلاف كيلو صعب وانت قاعد في غزي عنتاب او انت قاعد في نيروبي او انت قاعد في الاردن بتراقب ناس موجودين في الانبار في العراق او بتلاقب ناس موجودين في جنوب الصومال او بتلاقي الناس موجودين في حلب او في دير الزور او في ادلب او 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 الى اخر صعب صعب المراقبة والمتابعة والتنفيذ وده بيؤدي الى حدوث فساد مالي فساد اخلاقي معايير الشفافية حنقدر نطبق معايير الشفافية واحنا بنجي الناس بيننا وبينو خمس تلاف كيلو اذا كنت لو انا في نفس الولا في نفس البلد وانا بشتغل في شمال بلد زي مصر اسكندرية وعندي ما تشوف اصوان لو ما حسش الموظف ان انا بزوره تباعا ها هيفسد هيتكاسد ها هتهدر اموال هترتكب اخطاء فطبعا في العمل الاجتماعي والعمل الانساني من الخطورة بمكان ان احنا نحطها قاعدة شرعية ان احنا من روحش نها عشان خايفين على انفسنا من التواجد في الاماكن التي يتواجد فيها اصحاب المال الحقيقيين الذي يصل من مالهم اليهم سبعين او تمانين او خمسين او ستين او ربعين في المية والباقي يصرف علي وبينيبناهم الف كيلو على الفين كيلو الشفافية التقارير اللي بتيجي بتطول بتطول لانه عندوش امكانيات عندوش امكانيات تصميم برامج كذلك مناختق النزوح ومناختق اللجوء فانت بتتكلم عن ايه احنا خلقنا منظومة واتبعنا منظومة شبر بشبر وذراع بذراع حتى اذا دخلوا جحر دب احنا وراهم فين فلسفتك وفين قيمك وفين اخلاقياتك وفين رؤيتك وفين معاييرك يا من انت موظف او يا من انت موظف لدى هذا النازح واللاجئ والارمالة والمسكين تقولين له اسفة انا حمشي لانني لا استطيع ان اكتواجد معك حيث ان المكان خطر فانا انقب نفسي واتركك انت او انت تموتين وما زلت اصرف او انفق عن نفسي من مال هذا الذي يوجد في الاماكن الخطرة ويقتل او يقتصب او يشرط او او الاخر فيه هنا انفصام في الشخصية الانسانية انفصام وانكفاء في تبعية منهجية نحن لسنا لنا فيها لناقة ولا جمل نفيد باكد تغذية المراجعة مرد التعديل في حاجات مشاكل كتيرة جدا داخل المؤسسة بين الاقصام التنفيذية وصحب القرار قد يكون صحب القرار ده مش محطة مش موجود في غازي عنتاب موجود في لندن وفيه تنفيذيين موجودين في غازي عنتاب في تركيا وفيه ناس تنفيذيين موجودين في ريف إدلب أو في حما ريف حما أو ريف دمشق فهنا أو يكون صحب القرار موجود في الكويت أو في السعودية أو في مصر أو في لندن أو في أي مكان في العالم صحب القرار الذي يأخذ القرار هو الذي يكون في الميدان مع المحتاج مع المحتاج ومع المحتاج تنسيق مع الشركاء الفعالين والقطاعات التنسيقية غير ما تكون الاجتماعات بين الخبراء في البلد المضيف يعني نقعد نتكلم عن النازل في مكان آمن تنسيق الجهات المسلطلة على الأرض الفرق المنفذة التي تعمل على الأرض وتنسيق معها تملك اتخاذ القرار إلى حد معين يعني لو أنت على الأرض في أي مكان من المناطق الخطرة في عمل الصراعات الإنسانية والنزاعات المسلحة أنت تنسيق ولا تصاحب قرار فنحن نرجع مرة أخرى لكلام لماذا إحنا بقى كلمت عن كلام عبد العيس خاطر وكلمت عن كلام محمد نجم وكلمت عن عمل إنساني قبلها كلمت عن كلام أحمد الشيخ وكلمت عن عمل التجاري والتسويقي إلى آخر ليه إحنا انتهجنا سياسة الإدارة عن بعد لماذا تتبع مؤسسات دولية خاصة اللي هي حتى غير أممية سياسة الإدارة عن بعد أول حاجة الخوف على الموظفين الأجانب لخطرة العمل في مناطق الصراعات المسلحة اتباع سياسة المانح المانح بيقولك لا ما يحصل خطر أخرج عدم عدم موجود هوية لعدي المؤسسات الدولية خاصة منها العربية والإسلامية أنا بتكلم عنهم عشان يفوقوا عدم موجود هوية لعدي المؤسسات الدولية المعتمدة على دعم المعتمدة على دعم المؤسسات الدولية والحكومات مما يفقدها سخلاتها احنا احنا كمؤسسات بأن عشرين وثلاثين واربعين سنة لم نصبح بعد من أصحاب أولنا كرسي في مطبخ اتخاذ القرار في المؤسسات الدولية ليه لأن احنا ما زلنا مؤسسات الفزعة والهبة ليس مؤسسات الفكر والثقافة والبحث والتحليل والتقنية والتوجيه والضغط والمناصرة والمساندة والحقوق إلى آخر إلى آخر ما زلنا مؤسسات الفزعة والهبة لأن الفزعة والهبة هي اللي بيجيب فلوس لنسنا ناردجين لنسنا طرفهم في صناعة هذه السياسات أو طرح السياسات ده البديئة لنسنا ناردجين نتحول من دون الاستجابة السريعة إلى معرفة أطر إقامة برامج التنمية المسلمة وبناء التحالفات لم نفهم بعد أبعاد العمل الاجتماعي ولا تشمل عمل إنساني تأهيلي تنموي حقوقي دي فيها الغلطة دي حقوقي مناصرة قانوني وكذا 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 إنسانيتنا إحنا نسينا كمؤسسات من أجل لماذا أنشئت مؤسساتنا واللي بنفتكر دلوقتي إنهنا عايزنا نجيب فلوس عشان نستمر فانسينا الهدف الأساسي من إنشاء مؤسساتنا الإنسانية وهو خدمة الفقير وأن نصبح أفراد ومؤسسات وحكومات وزعامات وقيادات ورؤساء ووزراء وكذا وكذا وأمراء وملوك خدم للفقير ما هو رأس الكيكي والإدارة عن بعد وما هي رسلتنا للشباب هي رسلتنا الشباب في حديثين أنا سأقولهم منهم أنا ذكرتهم أكثر من مرة أحدهم الأول بيقول لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بدراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتمو قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود المصدر قال فمن هذا الحديث يعني أن أي شيء جاينا من الغرب أو من الشرق هنباعوا شبر بشبر وزراع بغض النظر عن الدين وهذا الذي يحدث في رأس كيكي اليوم وحدث قبل كده في تويست اجين والركاندرول وتشا تشا تشا إلى آخرة والهلهب في الستينات وهكذا والحديث الثاني اللي هو أخطر بكثير من هذا الحديث وفيه يقول قال رسول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قلة يومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل عارفين الحتة الرغاوي اللي بتبقى على الموجة دي كلها إحنا بقينا زي الرغاوي اللي على الموجة دي غثاء كغثاء السيل يا ولا يجعلن ولا يقذفن الله الوهن في قلوبكم ولا ينزعلن المهابة من قلوب عدوكم قالوا وما الوهن العرب ما كنش عالفين الوهن وما الوهن يا رسول الله صلى الوهن دا اللي ربنا حيرميه في قلبنا عشان نبقى احنا في الحب الدنيا وكراهة مك حب الدنيا بقى في كيكي في كمانانا في السح الدحم بادي الوهن وما الوهن في الحاجات اللي هي طلعها دي كلها كان في اغناية من سنة تاتة وسبعين كنا بنغني اغنية اغنية اسمها ايه اه ايه ايه رجل البنطالون ايه وصعي ومصر بتحارب في 73 أي رجل البنطلون كفي شرلستون طالع والأمصان بقى البامبي والأمصان الكناري والأمصان الحامرة والأمصان المشجرة واليقل بالعريض فلما نرجع لمثل هذه الأشياء نجد أننا أيها الشباب نتكلم للشباب دلوقتي لكم أيها الشباب لنا جميعا لابد أن نبني لنا شخصية تستطيع أن تقول نحن لنا سياسة في الإدارة عن بعد أن نكون مع المحتاج وقت الخطر في كل زمان وفي كل مكان دي نمرة واحد نمرة اثنين أن لا ننساق لثقافات وسياسات وأطروحات ليست لها أصل في ثقافتنا القومية الفكرية العقيدية القيامية ورصنا أننا ثقافة تؤثر إيجابا في الثقافات الأخرى لما ترأتها أن لا نكون معتمدين المائة في المائة على مال المانح المانح مهما كان لو ثقافة تمشي مع منحه أو مع منحها فكل هذا الرابط الذي بين الأمرين هو أن نحن بنتبع الشبر بالشبر والذراع بالذراع حتى إذا دخلوا جحر دب ها دخلنا لو الإنسان اللي قدامك إذا دخل فخور ما هتخرخ الشورى من غير ما تشوفه عراح فيه إذاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلقا لكم غدا في نفس المعاد بالإنجليزي يوم الخميس 12 o'clock tomorrow we'll see you إن شاء الله same talk 12 o'clock London time 2 o'clock مكة time السلام عليكم ورحمة الله